جرى في عدد من أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين حفل تخريج دورة المتطوعين المدنيين للقوة الاحتياطية الدفع الثانية والتي تأتي استمرارا للمرحلة الأولى وكان الاحتفال بسلاح البحرية الملكي البحريني بحضور اللواء الركن منير أحمد السباعي قائد وحدة القوة الاحتياطية الملكية وفي الدفاع الجوي الملكي بحضور اللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة مساعد رئيس هيئة الأركان للقوة البشرية وفي الاتحاد الرياضي العسكري بحضور اللواء الركن غانب إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات وعبر المتطوعون الخريجون في كلمتهم خلال الحفل عن اعتزازهم وفخرهم لما تلقوا من علوم وتدريبات عسكرية خلال هذه الدورة ساهمت في تأهيلهم عسكريا ودفاعيا وصق لمهاراتهم الإدارية معاهدين الله عز وجل ثم القيادة الحكيمة رعاها الله بأن يكونوا دوما على أهبة الجاهزية والاستعداد التام للدفاع عن الوطن الغالي وأن يكونوا بعون الله تعالى درعا منعا وقوة رديفة مساندة لإخوانهم بمختلف أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين وبعد أن أدى الخريجون القسم القانوني قام كل من قائد وحدة القوة الاحتياطية الملكية ومساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية ومساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات بتوزيع الجوائز التقديرية على المتفوقين وتسليم الشهادات على خريجي دورة المتطوعين المدنيين للقوة الاحتياطية الدفعة الثانية استمرارا للمرحلة الأولى واجتملت الدورة التي شارك فيها عدد من المتطوعين من القطاع المدني في القوة الاحتياطية للمواطنين من أقارب العاملين والمتقاعدين في قوة دفاع البحرين والحرس الوطني العسكريين والمدنيين على العديد من المناهج النظرية والمواد العلمية والتطبيقات العسكرية والمهارات الميدانية أعدت المتطوعين الخريجين الإعداد الأمثل وذلك من خلال اجتيازهم متطلبات الدورة بكل سهولة ونجاح والتي ساهمت في انتقالهم من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية بعد أن تم تأهيلهم التأهيل العسكري المطلوب كما وتميزت هذه الدورة بالتخطيط المدروس من خلال توفير كافة احتياجات ومساعدات التدريس والتنفيذ المتقن من خلال انتقاء أفضل المدربين لهذه الدورة المتميزة مما أدى إلى تحقيق أفضل النتائج المرجوة منها وتحويل المتطوعين المدنيين إلى عساكر مؤهلين وقادرين على مواجهة كافة الأزمات وعلى أتم الجاهزية لتلبية نداء الوطن والقيام بواجهبهم في الدفاع عن وطننا الغالي في مختلف الظروف والأوقات حضر التخريج عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة